الحمد لله القائل في محكم تنزيله هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون والقائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد استناداً على الأدلة التي تقدمت وانطلاقاً منها أقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبده بصيام شهر رمضان وإنما يعرف دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً هذا وبعد أن اجتمع مجمع الفقه الإسلامي للنظر في إمكانية ثبوت شهر رمضان بواحدة من الطريقتين المذكورتين توصل إلى الآد أولاً إن هذا اليوم هو يوم تزع وعشرين شعبان لسنة ألف واربعمية واحد وأربعين هجرية بدليل أن هذا الشهر قد بدأ يوم الخميس ستة وعشرين ثلاثة الفين وعشرين وأن الاقتران قد تم في تمام الساعة الرابعة والدقيقة ستة وعشرين من صباح هذا اليوم ثانياً فيما يتعلق بإثبات شهر رمضان بالرؤية وبناء على التقرير المقدم من دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بالمجمع وبإفادات أهل الإختصاص في علم الفلك محلياً وإقليمياً ودولياً فإنه لا يمكن رؤية هلال شهر رمضان في هذا اليوم بالعين المجردة أو بالتلسكوب في المنطقة الممتدة من أندونيسيا شرقاً إلى شرق السودان وفي شمال أفريقيا وفي أوروبا ورؤية الهلال ممكن بالتلسكوب من وسط السودان إلى غرب أفريقيا هذا وبعد أن وزع المجمع خطابات التحري لجميع القضاء الشرعيين في السودان فإنه لم يرد إلى المجمع ما يفيد سبوت شهر رمضان في السودان بناء على ما تقدم ومع أن أهل الفلك قد قالوا لا يمكن أن يرى الهلال في المنطقة الشرقية من السودان وما بعدها فإن مجمع الفقه الإسلامي يرى أن يوم غد الجمعة هو اليوم المكمل لشهر شعبان وأن بعد يوم غد السبت هو أول يوم في شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا الصيام والقيام ويوفقنا على ذلك إنه وليه والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله